مشاهدين سعد الواتي الثمانية بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع هالة فضلي هالة شكرا منا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للرئيس وزراء العراق محمد شنيع السوداني حيث بحثا سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائي وتبادلا وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية المشتركة وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السوداني أكد حرصه على تعزيز آليات التعاون الثنائي مع مصر والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر في مارس الماضي ذكرت وزارة الخارجية أن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ بدء النزاع وتستمر في جهودها الرائدة في العمل الإغاثي للأشقاء السودانيين وأوضحت الخارجية أن مصر تترأس يوم التاسع عشر من يونيو الجاري مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية للسودان بشكل مشترك مع قطر والسعودية وألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومفوضية شؤون اللاجئين نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري القول بأن إسرائيل شنت ضربة جوية استهدفت نقاطا بريف دمشق وأصفرت عن إصابة جنديين بجروح خطيرة ووقوع خسائر مدية وأوضح المصدر العسكري أن إسرائيل نفذت ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض النقاط جنوب غرب دمشق مضيفا أن قوات الدفاع الجوي تصدت للسواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها عرب البيت الأبيض عن قلقي إزاء تقارب عسكري محتمل بين جنوب إفريقيا وروسيا وذلك ردا على دعوة أطلقها أعضاء في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات على بريتوريا وقال المسؤول في البيت الأبيض جود ديفرمونت إن البيت الأبيض يشارك الكونغرس مخاوفه بشأن شراكة أمنية محتملة بين جنوب أفريقيا وروسيا ويأتي ذلك بعدما اتهم السفير الأمريكي في بريتوريا حكومة جنوب إفريقيا بتصدير أسلحة إلى روسيا التي تقوم بعملية عسكرية في أوكرانيا منذ أكثر من عام قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يحق لأي رئيس أمريكي لاحتفاظ بوثائق مضيفا أنه يجب إسقاط التهم ضده وخلال كلمته أمام أنصاره في ولاية نيوجيرسي أضف ترامب أن محاكمته فدراليا تعد استغلالا سيئا للسلطة على حد وصفه يأتي ذلك بعدما دفع ترامب ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية الموجهة له والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي عندما ترك منصبه حيث جاءت دفع بالبراءة أمام القاضي جوناثن جودمون في محكمة اتحادية في مدينة مايامي لولاية فلوريدا قتل عسكريا يابانيا وأصيب ثالث بجروح في إطلاق نار وقع في ميدان رماية للجاش الياباني في مدينة جيفو بحسب ما أعلنت وسائل أعلام محلية وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الشرطة اليابانية أن مطلق النار عسكري شاب يبلغ من العمر 18 عاما وقد تم توقيفه ورياضيا يلتقي المنتخب الوطني اليوم عن نظيره الغيني بملعب مراكش بالمغرب في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ويتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الغيني الوصيف بينما تحتل ملاوي وإثيوبيا المركزين الثالث والرابع برصيد ثلاث نقاط لكل منهما انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل